السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حبيبي عملين ايه? يارب تكونوا بالف خير. حشتوني جدا جدا جدا. النهاردة كده بدأنا مع بعض صباح يوم جميل ونشيط وكله حماس وطاقة ورياضة. النهاردة كنت في الاستاد حرس الحدود صورت لكم فيه كتير قبل كده بس بقى لي فترة مش بصور هناك. بس عموما يعني قلت يعني اخد لكم اقطعة كده في الهدوء ده بس هو ما كان شهادي قوي بصراحة بس يعني بحب كده اصور لكم آآ من بعيد عشان تبقى قدامكم ساحة حلوة زي اللي انا شايفاها. المهم كنت بعد معي معجنات كده عملها بديه الاصبر عشان آآ نفطر بيها هناك. انا بكده كده فترة بس يعني ايه? تبقى طاقة بعد التمرين. فحقول لكم انا عملتها ازاي? حتى قلت اخد لكم كده لقطة ليها وانا بس كاها وورايا الاستاد. انا مكادتش غير كتعتين بس بالزبط. عشان يبقوا معي بعد التمرين كده بشوية. المهم بقى ايه? اللي انا كنت محضرة طبعا قبلها بيوم. وهو الحاجات دي. انا محضره هنا آآ لبن بودرة وحضرت زبدة وحضرت بيضة وسكر وخميرة زي ما انتم عارفين. طبعا عايز اقول لكم آآ موضوع التصوير اللي بالزاوية الرأسية اللي انتم شايفينها دي. انا اخدت في رأيكم فيها الفيديو اللي فات وبصراحة يعني آآ هاخد برأيكم طبعا بس والله الفيديو ده متصور من قبل ما استشاركو في الموضوع. فما تزعلوش مني الناس اللي هي داخت. حققكم علي والله. هو ناس كتير قريت لي لأ عادي خلي التصوير حلو جميل. وفي ناس قلت لي لأ مش فرقة. فطبعا انا كده كده هاخد برأيكم وكلكم. ويعني في حاجات ممكن اصورها بالزاوية دي بس مش هتكون كتيرة خالص. وهوسع الكدر زي ما ناس طلبت مني برضو. وآآ وهيبقى معظم تصويرنا بالتصوير القديم بتاعنا اللي انتم عارفين. ويعني عشان برضو مأزيش حد وهو بيتفرق. المهم انا هحط هنا الحاجات السيلة كلها. او يعني اللي انا عايزها تتعجل كده مع بعض. وبصوا هنا انا كنت مدفية مية مدفيها خالص. لقيت هستخنت مني زودتها مية بردة. فلحد ما وصلت لان ايدي تستحملها. حطيت تقريبا قد كوبية. وحطيت زبدة. وطبعا الزبدة هنا اختياري ما هيش يعني اساسية. بس انا حبيت اخلي الحاجة لها وكيمة غزائية كده. وحطيت البيضة والكمون حصة. ده كمون حصة. قلت يعني ممكن احطه. ممكن احط ينسون. بس ما حبيتش طعم ويقلب على على بسكوت الينسون. فالمهم حطيت هنا الحاجات السيلة جنبي خلاص جهزتها. وهنا قلت بقى ايه نعمل دقيقة. استخدمت نص كيلو دقيقة اللي كان فاضل عندي. وحطيت عليه تقريبا قدهم دقيقة ابيض. تمام? حطيت الاتنة على بعض عشان اه هو ده اللي كان متاح بالنسبالي والله دي اصمر. فحاجن بقى بالخليط اللي احنا عملناها. ولو يحتاج مني سوايل تاني هضيف مية دافية من اللي انا حطها جنبي. هي احتاجت بصراحة يعني حطيت الكنكة جنبي كده وبقيت كل شوية بصوب منها. لحد ما لمت معي خالص. انا استخدمت كمان في الاخر خالص مقطتين زيت. عشان تلم العجينة من الطبق العجان. وما تبقاش ملزقة من بره. عايز اقول لكم بقى على حاجة وهي الناس كتير بتسألني الفترة اللي فتت والفترة اللي احنا فيها وكده نضيع وقت الولاد في ايه بصوا والله هي مش حاجة يعني تتعام مع الجميع بس يعني هي الرياضة تعتبر هي سلاحك الاوليني. عشان تدفعي به عن كل الفتن اللي بتشوفيها حواليكي ممكن اطفالنا او شبابنا تتعرض لها. يعني بصوا اللي تقدر على حاجة تعملها. مش هقول لك رياضة معينة. لان اكيد مش كلنا هنجمع على رياضة معينة او تبقى سهلة بالنسبة للجميع. بس عموما يعني اه اه الهي ولادك بحاجة مفيدة. فيه كورسات بتتقدم اونلاين دلوقت. طبعة زارة الاتصالات. بتبقى مجانية مية في المية. لو قدرتوا تشتركوا فيها هيبقى حلو جدا. في حاجات في كورسات اونلاين كتير جدا لو انت مش قادرة حتى تنزلي او انت سكلف مكان بعيد او مفيش حاجة جنبك. او مع كتفل صغير مش قادرة تنزلي طواص بي. فعموما الحاجات الاونلاين برضو مفيدة. ده بغض النظر عن الرياضة يعني. اما بالنسبة للرياضة هي اللي انا برجحها في الاول وفي الاخر. ليه بقى? لان هي مش فايدة بس للاطفال ان هي تلهيهم. لا هي فايدة للجسم كمان. يعني صحيا ان الطفل اطلع اه جسمه رياضي سواء ولد او بنت. ده افضل شيء بتقدميه لابنك. مش شرط ياخد بطولات مش شرط يبقى ياخد مراكز مش شرط ياخد مدليات. حطيها في دماغك وكل حاجة بس انا بتكلم في اسوأ الظروف ان ما حصلش. فهو برضو ما خسرش حاجة وما طلعش خسران. هو كسبان. كسبان صحته. وكسبان ليكتو. اه عايز اقول لكم البنات اللي بتلعب رياضة حتى لو كانت رياضة بسيطة. وكبرت وتجوزت وخليفت وتعرضت للحمل والخلفة والحاجات دي والتكرارها. بتبقى صحتها احسن بكتير من البنات اللي كانت قاعدة طول الوقت في البيت وعمل تاكل وتشرب. وطبعا انا عارفة والله يغزب عن الامهات مش كلهم بيبقوا قادرين ينزلوا ولادهم وكل واحد عايز بلاده احسن ناس في الدنيا بس يعني انا بقول لكم الفرق بيكون كبير قوي في الاتنين. وصو بيها النفس الكلام. يعني مش هنقول ان الرياضة مهمة لولد بس او للبنت بس لأي مهمة لهم هما الاتنين. سواء عندك ولاد او عندك بنات فهي مهمة للجميع. المهمة هنا بس هكمل كلام معكم. انا هنا كنت محضرات الجبنات اللي احنا جبناها تاعت الاسبوع. جبناها الفيديو اللي فات. الجبنة دي ما تلعيتش حلوة قوي وما تلعيتش وحشة. عشان يعني ما اكون صريحة معاكم. هي للمعجنات والكلام ده لو هتحطيها جوة حاجة جميلة. لكن ما تعتمديش عليها في سندويتشيات والكلام ده. يعني طعمها عادي. يعني اه شايفة تحطي فلوسك في حاجة لها قيمة عن كده احسن من ان هي كمان نباتي الدهن وطعمها ما هواش يعني حلوة قوي. فاهمين? يعني مسلا لو استبدلتيها بجبن فيتا في الوصف اللي انا عملها دي هتبقى احلى كتير. انا عملتها قبل كده معاكم بجبن فيتا بحب اعمل جبن ده جدا. فلو فيتا او جبنة بيضة عادية هتبقى حلوة قوي برضو. المهم ان هنا معي المداريلا والتوركي المبشور اللي وريت لكم الفيديو اللي فان. وهقعد تعليم شوية من اللانش وكده انا مقطعوهم بالسكينة. او بالمقص. المهم نرجع لكلامنا. والرياضة بالنسبة للاطفال او للشباب او للسن اللي هو بتاع التكليف او سن المراكر زي ما الناس ما بتسميه. المهم يعني ان هو مفيد جدا. اه مش هنتكلم عن الصحة لان اكيد انتم عارفين الموضوع يعني مدى اه وفايدته قد ايه. بس انا هكلمكم على فايدته العقلية والزهنية للاولاد وبعضهم عن الفتن عن طريق الرياضة. يعني انك تلهي ولادك اصلا هي دي المكسب اللي انا شايفها الحقيقي لهم. يعني لو قلنا اقرب مكان ممكن الولاد ينزلوا يلهوا في وقتهم وهو الشارع. ده لو افترضنا ان مثلا حد بينزل الولاد والشارع دلوقت. هو اه فيه طبعا ده اكيد يعني. بس انا بتكلم ان ده اقرب مكان ممكن تكون يمقامن فيه تحت بيتك قدام عينك وممكن تطلعي في اي وقت تشوفي ابنك او مش عارفها اه جران الفلانين تحت فما حدش يقدر يعمل لولادي حاجة. اه فيه ركابة فيه مش عارفة ايه الشارع هويس. محدش يقدر يقزيهم. اه مش بتسيب كوباة من كل ده. لو هو امان مية في المية. وده بيبقى صعب. اه هو مش امان من حيس ان هو هيتعلم حاجات سيئة جدا جدا جدا. لو انت جوا في البيت محافظة على ان هو ما يسمعش لفظ معين ما يشوفش حاجة معينة بتمنعيه من اه يعني من الحاجات اللي هي الولاد معرضين لها في التلفزيون والشاشات والاا كمبيوتر والحاجات دي. فهو في الشارع عايز اقول لك لو سبتيه بس نص ساعة يوميا هو الشارع كفيل يعلمه كل حاجة سيئة انت لا تخطر على بالك. واحد يبقى ينفكره انه هو بينزل يلعب كورة وبيزعقوا ويتعاركوا مع الصحابة وصوتهم عالي وشباب واقوا اطفال وحاجات كده ولعب عيال بس هو فعلا كفيل يعلمهم كل مساوى الدنيا. يعني الفتن والله بجد بتبدأ من اقرب مكان انت ما امنا فيه. فيعني انا مش هقول لكم بقى ما تنزلوش ولدكو الشارع مش ده هادة فيه. ده المفروض يكون حاجة اساسية بس يعني انا عارفة ان امهات كتير بتبقى. يعني مش هبرر لحد بس يعني هو ده يعني المكان او التفريغ الطاقة الوحيد اللي حواليها. يعني لا قادرة تشترك في نادي ولا رياضة ولا كزا ولا مسلا صحيا او جثمانيا مش قادرة مش قادرة تروح وتيجي معها اطفال كتير ايا كان السبب ايه? فهي ده ملجأها الوحيد ان هي تنزل ولادها عشان ترتاح من زنهم شوية او ايا كان يعني يفرغوا طاقتهم. بس والله بجد يعني صدقا الموضوع بجد ليه ابعاد تانية كتيرة جدا غير ان الولاد بس هتتعلم العنف مع بعضها او يكتسبوا من بعض السلوكيات مش قد كده. فهم يعني هيتعرضوا لانه يتعاملوا مع ناس سيئة جدا وفتن بقى رهيبة. كل اللي انت عايزة تتخيلي تخيلي. فهتقولي ده من الشارع او والله من الشارع. ومن الصحاب السوق ومن كل حاجة. وما تفتك روش ان الموضوع ده متعلق بمنطقة معينة او مكان شعبي مسلا شوية او او لا بالعكس. هو في كل مكان. الشارع واحد في كل حتة. ومسوق واحدة في كل حتة. بالذات كمان لو هنقول منطقة شعبية هو هيبقى اسوأ. لكن حتى لو منطقة راقية فهو برضو سيء. يعني ما تفتكروش ان المنطقة احسن من المنطقة في حاجة. كله في الاخر شارع وكله في الاخر مسوق واحدة. فعلى قد ما تقدروا اللي بيعلم اللي بيلعب ولاده في الشارع او بيضطر ان هو يزلهم حتى في مدخل العمارة تحت يلعب مع الاطفال اللي بسنه وكده. حاولوا قدر المستطاع تقللوا من الموضوع واحدة واحدة تدريجي. لحد ما يبطلوا خالص. لان فعلا ده مش حاجة صحية ابدا ليهم. ولا حيتعلموا حاجة مفيدة نهائي. وعلى قد ما تقدروا اعلموهم لعبة ولو بسيطة ولو حتى تكون مش مكلفة في اقرب اكدمية لكي. اقرب نادي على فكرة في مراكز شباب آآ تابعة للمناطق السكنية. بتبقى تقريبا تكلفتها رمزية. بس يعني فعلا بجد بتقدم فيها رياضات كتيرة جدا وفيها تفاعلات كتير. بس يعني ما تسبيش برضو ولادك فيها لوحدهم. لازم يكون فيه ركوبة سواء منك او من الاب. آآ ودي الرياضة وروحي بيتك لو هو جنبك مسلا ارجعي خديه. او آآ رحي في نص التمرين بصي عليه. ما تبقيش مسلمة مية في المية. ان المكان ده امان او قريب من البيت او ابني حيعرف يرجع لوحده. ماشي تمام. ادي له مساحة من الحرية بس لازم عينك تبقى عليه. ان شاء الله حتى مرة في الاسبوع تروحي تبصي عليه وترجعي. من غير ما تقولي له. فالركابة يعني انا اقصد ان هي تبقى عينك على ولادك. حتى لو انتي مسلمة وامرك لله وكله تمام. بس برضو عينك على ولادك ما تسبيهمش لنفسهم ولا لشطنهم. ربنا يا ربي يحميهم من الفتن كلها جميعا يا رب. المهم بقى احنا عملنا المعجنات دي زي ما انتم شايفينها. خلصتها كده ما فيهاش اي شعر حغير اللي انتم شفتوه. يعني سبتها تخمر بعد كده جزقتها لاكتر من خمسة عشرين كتعة تقريبا. تقريبا يعني. وطلعتها من الفرد. يا دوب بس تتخبزت. وحمر لونها وحطت لها صفار بيضة ومقططين من اللبن. طلعت طبعا غطيتها لان بتبقى طلعة ناشفة كده ومسكة نفسها جامد. لمجرد بس ما بتغطيها شوية بتبدأ تطرة زي ما انتم شايفين كده بتبقى طحفة جدا. الكم قطعة اللي اتبقوا ما كانش فيه مكان في الصينية رحت عاملها هم شبه الساندويتش الفينو كده او البتيه. عموما يعني وحطيتهم كده في المكان اللي اتبقى في الصينية. بس يعني هي بتاخدش وقت خالص خالص هي وبس الفكرة تبقى محضرة لحشو بتاعك. وتشكيلها زي ما انتم شفتو سهلس جدا جدا جدا. ما تطلع كده حجمها حلو. ومش بيع الاقصى ما تتخيلوا. وهي بتتاكل زخنة كمان بتبقى طحفة وجميلة اوي. عايزين تعملوا دي الاصمر كامل ما فيش مشكلة خالص او دي ابيض عليه ردة برضو ما فيش مشكلة. بيتطلع زي ما انتم شايفينه كده. شلتها طبعا آآ آآ فطرنا بيها اليوم ده. وشوية كده شلتهم في الفريزر عشان ناخده معانا تاني يوم الجارية زي ما انتم شفتو في اول المقطع. نرجع تاني اليوم التمرين. انا حبيت اقول لكم الوصفة بس اللي انا اخدتها معي وبعد ما روحنا بقى من التمرين اليومنا ماشى ازاي. عايز اقول لكم يعني احنا بنبقى راجعين مش شايفين قدامنا بالزيد بقى الشمس وكده. بس عموما آآ باخد قصة من الراحة كده بعد كده بنقوم بقى نشوف اللي ورانا لان بصراحة ما ينفعش انام في نص اليوم خالص. فا قلت هحضر كده خلطة عشان عايز اجيب سمك. وقلت كمان عايزين نعمله مقلي. مش عايز اعمل المشوي خالص. فقلت نقليه بقى لي كتير جدا جدا ما عملتش سمك مقلي. فطلعت توم اللي هو بيبقى التوم الاخضر اللي انا بيبقى فرماه في البيت معافل في الاخضر. جبت منه شوية حلوين وحطيت معاه شوية هريسة شطة. دي حمية شوية صغيرين. وحطيت عليها ملح وكمون وآآ كسبرة. وحطيت كمان خل ولمون. تمام? آآ طبعا الخلطة دي هعمل بيها تدبيلت السمك من جوة. هحشي بيها يعني. وكمان هاخد منها للطحينة. وطلبت كمان جنباري. فحاخد منها معلقتين كده للجنباري عليهم على الوش. مع شوية بصل. زي ما هتشوفوا معي يعني المهم دلوقت. المهمة بقى هنا حطيت اللي بقول لكم عليه كانوا اخر حابة خل. فحشتغل يعني انا كل ده على فكرة بعمله. وقلت اخلص الحاجات دي كلها لان النور قرى بيقطع. وحبقى انزل اشتري السمك. يعني انا بعمل كل ده وانا مش عارف اصلا هتجيب سمك ولا لا. بس قلت ان شاء الله حلاقي يعني او ربنا هيوفقني واعرف اا انزل اشتري. فلان الراجل ما بيرضش عليه في التليفون خالص 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 مش عارفة فيه ايه بجد. المهم لما روحت له لقيته عامل التليفون وقال ليه. التليفون وضع الصمت من ساعة الصلاة بتاعة الجمعة. المهم اا حمرت هنا بصلاية في شوية زيت تتحمر كويس جدا 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 يعني هتشوفوا اللون بتاعها. انا بخليها تحمر لحد ما يبقى فيها لون الدهب البني غامق يعني مش اسويد بس يعني بني غامق قوي. ده بقى لي كتير برضو ما عملتش رز الصيادية ده. فقلت نعمله بقى النهاردة انتم عارفين يوم الجمعة بيحب السمك. فكان بقى لي كتير برضو ما عملتهوش. من قبل رمضان تقريبا. ونزلت كده بمية آآ للرز هتغلي بس واقوم حطا لها الملح بتاعها وهسيب ويغلي تاني. وانزل عليها بالرز يتشرب بالطريقة العادية اللي انتم عارفينها يعني للرز الصيادية. طلعت هنا الطحينة وقلت بسرعة كده هعملها. وانزل حتى لو النور قطع وانا تحت مش مهم. المهم اكون حضرت الحاجات اللي انا عايزها لان آآ ببقى عايز حاجات من الفريزر ومش عايز افتحه والنور قاطع. واضيع الغاز اللي فيه وافتح التلاجة اطلع لمون ومش عارف ايه فقلت اخلص الحاجات دي كلها. وابقى اكمل والنور قاطع مش مهم. المهم ما عصرت الليمون هنا زي ما قلت لكم. الليمون ده على الفكرة مطلعها من الفريزر. آآ ما عنديش الطازة. فبقى حتى المتفرز ده احتياطي عندي ايام اللي ما بيبقاش عندي فيها لمون. بس انا لما نزلت آآ آآ اجيب السمك. سبت الراجل اللي ينظفه. وراحت اللي بتاع الخضار في وشه على طول يعني. جبت منه شوية لمون وبتنجانة عشان اعمل بابا غنوج وجبت كمان خضرة. وايه تاني? وفلفل. يعني ضيعت الوقت على ما الراجل ينظف لي السمك. بس يعني فعملت خلطة التحينة اهو بشوية توم من اللي انا مجهزة للسمك. وهزود عليه بس شوية مية صويرين خالص. لحد ما تبقى صالة التحينة عادية. حتى انا بصوا لابسة ومستعدية ان انا انزل. بس قلت اخلص بسرعة قبل ما النور ما يقطع. كان نفس جدا انا دخل السمك النهارده القلاية بس طبعا النور قاطع. فانا بعمل الغدى الايام اللي انا بتاخر فيها في عمل الغدى دي بصراحة. بستغل قطع النور في ان انا اجهزه وبعد الغدى او بعد قطع النور بنبدأ نتغدى. فما كانشين فعاستنى النور ييجي وكمان ادخل السمك القلاية الهوائية واستنى سمكتين سمكتين يتعاملوا. فبصراحة كنا هنأكل متأخر جدا. فقلت بقى مش مهم النهارده نقليه ومش هيجرى حاجة يعني. حضرتي شوية دقيق ونزلت وجيت على فكرة والنور قطع دلوقتي وانا بصور. بصراحة بنظف لي السمك حلوة قوي لان ما فيش مكان بقى ولا يعني وقت قطع النور انتو عارفين يعني اكيد مش هقف انظف السمك كمان بيبقى بهدلة ومش شايفة وحاجة صعبة قوي. فتبلته زي ما انتم شايفين كده وحطيته في الدقيقة على طول وجهزت جنبي بحيس ان انا ققلي على طول كده في سعيدة. عملت كمان خلطة للجنبري حواريه لكم. انا جبت نص كيلو بس. قلولي برضو الاسعار عندكم عاملة زي لاني بسمع اسعار عجيبة قوي على النت. وما ببقاش عارفة وصحة ده صدق ولا لأ. يعني بقول يمكن في ناس آآ فيها ساكنة في او مناطق بتبلغ شوية في الاسعار. وفي ناس ما شاء الله اماكنها حلوة قوي بتحط اسعار كويسة معقولة يعني. المهم السمك ده كان حجمه كبير بخمسة وتمانين جنيه. فحسته معقول. لان انا شفت اصغر منه خمسة وسبعين. الناس بتبيع على يعني صفحات السمك هما اللي حطينه على الفيسبوك. حطين اسعار يعني. وبما اني الناس لا اصلا متأخر. وخلاص السمك كان بيخلص عند الراجل. فده اللي انا لقيته. الحجم اللي انا لقيته يعني. اخدت بالا اربع سمكات دول. وفي حد كده مش حاول اسمه عندي في البيت ما بيكلش سمك. غير بقى بالتحفيز. ولازم آآ ما حابش حقول اسمها. بس انتو اكيد عرفتوها. فلازم اقولها هاجب لك حاجة من السوبر ماركت لو كلتي سمك. ما غير كده ما بتاكلش سمك. انتو اكيد عارفين اسمها وكتبوا اسمها في التعليقات بقى. وشجعوها كمان عشان هي بجد غلباني قوي في اكل السمك ده. المهم بقى حطيت هنا نص كيلو الجنبري ده حطيت عليه البصلة. قطعتها اي كلام كده اي تقطيع يعني. وعطيت عليها لمون. اللمون على فكرة بيخلي لون الشربة بتاعت الجنبري فاتح او اي شربة. تخليها فاتحة جدا. حتى لو انت حطى بهارات كتير او كمون غمقها. فاللمون لو حطتيه من الاول خالص معاها بقشره كده بيخلي الشربة دايما معاك فتحة. انا بحب ازود معا مية عشان الشربة تبقى كتيرة كده بس ما بزودهاش قوي عشان ما تبقاش خفيفة. والبتنجانة دي كنت عملها شوية على البتجاز. يعني انا بحب البتنجانة اللي على البتجاز رغم ان هو بيبهدل للدنيا بس بحسه اه طعمه احلى من اللي في الفرن او اللي محطوط في الالية وهو ايه? يعني بجد بيبقى طعمه طحفة. وبعدين ما بحبش ادخلوا الكبه. الكبه بتهري او بتخليه بيوري قوي. انا بحب كله لحم كده حس ان اللحم بتاعه باين. وليه طعم فعلا ظاهر. فهرسته حطيت الطحينة اللي احنا عملينها من شوية دي حطيت عليها البتنجانة دي وخلاص. اللي بتوفوا بعد وحطيت عليهم كمان رشة من البابريكا. وممكن طبعا شوية خضرة كده على الوشة او زيت زتون زي ما يعجبك يعني بس هي مش محتاجة اكتر من كده. صلت الطحين عادية جدا عليها بتنجانة ما شوية. وعملت طبعا صلتة خضرة في السريع جدا. وكل حاجة عاملها والنور قطع والله بس الخضار غزلته قبل ما النور يقطع. وعشان ابقى شايفة كويس هو بيتغزل. وعصرت بقى على الصلتة لمون وعلى البابا غنوك برضو لمون ورشيت رشة ملح على الصلتة. وبس كده الاكل يعني مش بحتاج اكتر من كده. وكل حاجة بتستاهو مع بعضها بقى في الاكل. السمك على النار والرز خلاص يتشرب وطفت عليه. كان فضل بس السلطات اتب لها. والجنباري كمان كان على النار وطفت عليه من بدري لان ما بياخدش خالص وقت. مجرد ما بيغلي معي المية واللون يغير بتاع الجنباري بطفع عليه. ممكن الموضوع ده ياخد عشر دقايق سبعة دقايق على حسب. بس كده طفت بقى على كل حاجة والنور جال الحمد لله وقلنا نغرف. يعني اليوم كان سهل. عارفين انتم موضوع السمك ده بالنسبة لي اكلة بسيطة جدا حتى لو انا اللحق لي في البيت. فهو ما بياخدش وقت. حتى التجربة بتاعتي لما شويته في البيت قبل كده ووريته لكم. بصراحة برضو من الحاجات اللي هو بتاخدش وقت خالص. اسرع من اي اكلة ممكن تكوني لسه هتسلقي لحمة او هتسبكي خضار. الكلام ده كله بياخد وقت اطول بكتير. في يوم السمك يوم خفيف كده ولذيز. بس عايز اقول لكم اليومين دول بيجي بعد الغد بتعب جدا مش عارفة ليه. مش تقول الاكل بس آآ بدوخ وبحس كده ان معدتي مش مظبوطة مش مرتاحة للاكل. ببقى بعد راجع نفسي اكلت ايه بلاقي ان انا مكلتش حاجة غريبة يعني او مكلتش برة البيت مسلا. بس بجد مش عارفة ايه السبب. وعموما يعني زي ما قلت لكم انا ما باكلش من بعد وجبة الغداء. حتى لو هي متأخرة فهي برضو بتبقى بالنسبة لي اخر وجبة باكلها. والحمد لله على كل حال ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. ويبارك ليكم وفيكم يا رب العالمين ويجعل بيوتكم دايما عمرة بالخير. ويا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم زي ما بدعي كل مرة. ويا رب يكونوا فيقتام جسحة واحسن حال. متنسونش من صالح دعائكم. مع الف سلامة حبايا بقلبي.